معنا من دمشق الخبيل العسكري والستراتيجي تركي الحسن أهلا وسهلا بك سيد تركي معنا عبر سكاينيوز عربية يعني كل ما يجري في كل المناطق يبقى مختلفا عن ما يجري في غرب أوكرانيا باعتبار أنها النقاط القريبة من دول حلف الناتو وبالتالي لماذا تأخذ روسيا هذه المناطق اليوم في أو ضمن معركتها العسكرية برأيك مساء الخير لك والأستاذ المشاهدين أعتقد أن ما يجري في خاصة جنوب غرب أوكرانيا يعني أنت ذكرتم في التقرير حول أيديوسيا أعتقد أن هذا ما يجري هو ضمن خطة العملية الخاصة بأن تعزل أوكرانيا عن البحر الأسود وقد أشرتم في التقرير أنها قد تشن على أوكرانيا عملية برمائية يعني برية وأيضا مائية يعني قد يشارك فيها الصول الروسي في البحر الأسود وتتقدم القوات من ميكول لايف باتجاه الجنوب لتعزل أوكرانيا برا لتعزل أوديسيا برا وتعزلها بحرا وبالتالي تصبح أوكرانيا دون شواطئ بحرية لأن تصل حتى حدود ملدوبيا وبالتالي تصبح هذه الشواطئ الأوكرانية بكاملها تحت سيطرة القوات الروسية أعتقد هذه العملية يعني من يقرأها يقرأها بشكل صحيح أنها حتى الآن تحاول القوات الروسية كما أرى أن تتجنب الدخول المباشر إلى وسط المدن لأنها قد تتعرض إلى خسائر وفي التقرير الذي عرض يعني سواء كان من كييف مرورا إلى خاركوف إلى قديم الدونبس ثم باتجاه ماريو بولخ خارسون إلى آخر وصولا إلى أوديسيا هذه الهجمات أو هذه الاتجاهات في الهجمات القوات الروسية تتجنب الدخول إلى المدن وتعزلها بشكل مباشر يكفي أن نشير أن القوات الروسية قد تقدمت باتجاه الجنوب الغربي من كييف لمدة مسافة 18 كيلومتر وبالتالي هي القصد ليس في هذه الحالة الدخول لأن هذا الأمر يعني أن لا تزال العاصمة توجد فيها مقاومة شديدة وتوجد في هناك مؤن وقادرة على التأثير على القوات المهاجمة أما عندما تعزل وهذا الأمر يعني فيما يعنيه عزل المنطقة الجنوبية من خاركوف عفوا من كييف عن بقية أوكرانيا أنها ستقطع كل الأمدادات التي يمكن أن تأتي باتجاهها وتقوم الآن القوات الروسية بسيطرة على الكثير من المطارات في هذه الحالة يمكن أن يأتي الإمداد للقوات الروسية التي ستطور هجماتها من خلال المطارات بدلا من أن تكون من خلال الطرق البرية أعتقد أن حتى الآن لا تغيير كثير في المواقع من حيث المبدأ خلال يومين نحن ندخل في العام ندخل في الأسبوع الرابع كما أشرتم للعملية العسكرية لا تزال من الاتجاه الشرق أقليم دينباس كما أعلنوا يقضم شيئا فشيئا حتى أقليم لوغانسك تمت السيطرة عليه هناك معارك وسط مدينة ماريوبل اليوم أيضا ولها هذه الأهمية الاستراتيجية الكبيرة هذه المدينة ولكن في حال أن الدخول إلى المدن الكبرى سيد تركي سيكون مكلف للقوات الروسية حتى حصار المدن هو مكلف بالنسبة للقوات الروسية التي تتعرض أيضا إلى هجمات من الجيش الأوكراني وبالتالي لا تتقدم باتجاه هذه المدن الكبيرة ولكن تبقى مكانها ألا يصعب هذا أيضا من خطتها يبقى الحصار هو أقل تكلفة من الدخول إلى المدينة لأن المدن تمتاز بخاصية وهو قتال خاص بطبيعة الحال الخاصية الأساسية للمدن أنها توفر للقوات المدافعة التمركز بشكل صحيح ومسبقا والتخفي سواء كان في الأبنية أو خلال على جانبي الطرق أو من استخدام الأرض أو من خلال الحدائق أو من اختلال الغابات والأشجار وبالتالي تستطيع أن تقوم بواجبها كدفاع يعني وتعرض القوات المهاجمة إلى خسائر أعتقد مهما كانت كلفة التطويق فهي أقل كلفة بكثير من عملية الدخول إلى المدينة وعملية التطويق انطالت وأعتقد أن الزمن في الاتجاهين قد يكون سلبي وإيجابي بالنسبة للقوات الروسية ولكن يجنبها المزيد من الخسائر هذا الزمن يعرض المدن إلى الإنهاك وبالتالي إما ستتقدم القوات تستخدم المحرقة أو قواعد تدمير كديرة يعني أن تقوم بتدمير كبير مما سيؤدي إلى خسائر بشرية في صفوف المدنيين كما سيؤدي إلى خسائر في صفوف العسكريين وتتعرض القوات المهاجمة إلى خسائر أكبر في هذه الحالة ستستخدم قوات الطيران أكثر من حيث المبدأ وتستخدم أيضا الضربات الصاروخية لهذه المدن وأي قصف داخل المدينة هو عبارة عن تعريض دمار وتعريض لمدنيين يمكن أن يصابوا في هذه المعارك الداخلية وبالتالي تبقى قضية التطويق أسهل أسهل بالنسبة وصلت الفكرة أعتذر عن مقاطع أنتهى وقتنا شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا من دمشق الخبيل العسكري والسراتيجي تركي الحسن شكرا جزيلا